مرحبا بكم في قناة جيجا بيوتي إذا كنتم أول مرة تزورون القناة فدعموني بالاشتراك ولايك وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد المعهد الوطني للفندقة والسياحة بوسعدة ملحقة ورغلا يعلن المعهد الوطني للفندقة والسياحة بوسعدة بالتنسيق مع مركز تكوين المهني والتميين الشهيد سبقاق عبدالقادر ببلدية سيدي خويلد في ولاية ورغلا عن فتح مسابقة الارتحاق بدورة فيبريي 2022 لنيل شهادتي تقني وتقني سامي في فرعي السياحة والفندقة حسب التخصصات الآتية واحد تقني سامي مطبخ وحلويات تقني مطعم ثالثا تقني استقبال رابعا تقني سامي سياحة تبدأ التسجيلات من تاريخ نشر هذا الإعلان إلى غاية 17 فبري 2022 شروط الارتحاق على الشباب الراغب في المشاركة في هذه المسابقة استفاء الشروط الآتية سن الترشح يجب أن يكون سن مترشح من 18 إلى 28 سنة ملف ترشح بالنسبة لشهادة تقني سامي مدة تكوين 30 شهرا أولا طلب خطي يتضمن العنوان والهاتف والبريد الإلكتروني للمترشح ثانيا شهادة الميلاد ثالثا نسخة من شهادة الباكالوريا للسنة الحالية أو السنة الماضية أو شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي مع كشف النقاط السنوي بمعدل 28 فما فوق رابعا شهادة تبية عامة وصدرية خامسا سورة شمسية حديثة بالنسبة لشهادة تقني مدة تكوين 24 شهرا أولا طلب خطي يتضمن العنوان والهاتف والبريد الإلكتروني المترشح ثانيا شهادة الميلاد ثالثا نسخة من شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثانية ثانوي على الأقل رابعا شهادة طبية عامة وصدرية خامسا سورة شمسية حديثة إدعى الملفات ترسل الملفات إلى إحدى العنوان التالية البريد الإلكتروني البريد العادي للمعهد الوطني الفندقة والسياحة بوسعادة شارع نصر الدين ديني رقم 01-332 بوسعادة 28-1201 رقم الهاتف 035-43-18-66 رقم الفاكس 035-43-18-64 كما يمكن إدعى هذه الملفات على مستوى مركز تكوين المهني والتمهين الشاهد سبقاق عبدالقادر ببلدية سيدي خويلد في ولاية ورقلا مراحظة تتضمن المسابقة امتحان كتابي وشفوي بتاريخ 22 فبري 2022 يتم الإعلان عن النتائج النهائية بتاريخ 24 فبري 2022 يحدى للدخول المدرسي بتاريخ 27 فبري 2022 يجري التكون بنظام نصف داخلي على مستوى مركز تكوين المهني والتمهين الشاهد سبقاق عبدالقادر ببلدية سيدي خويلد في ولاية ورقلا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد انشروا الفيديو لتعم الفائدة انتظروني في فيديو جديد بحول الله